من الآية الحادية عشرة حتى الآية التاسعة عشرة بإذن الله تعالى وتعرض الآيات على الشاشة لمن أراد أن يتابع معنا وبعدها كما أخبرتكم نفتح المجال لاستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وأن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاءا لأبداننا وحفظا لنا من بين أيدينا ومن خلفنا اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم إن داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الآيات الكريمات ننبه إلى بعض التنبيهات كما هي عادتنا في الآية الأولى التي قرأناها قوله تعالى فاطر السماوات والأرض ننبه إلى تفخيم الرأي المضمومة فاطر يمتلئ الفم بصدى الحرف المفخم ولا نقول فاطر هكذا يعني الرأة تكون مرققة طبعا أنا لا أخاطب الجماعة ليقرأوا برواية ورش لا أهل رواية ورش من طريق الأزرق يرققون هذه الرأة لكن كما تعلمنا ودرجنا على أن ندرج على ما تلقينا وكل يقرأ كما رواء ويأخذ بما سمع وبما يقرأ به أهل بلده ولا يخالفه إلى غيره ما لم يتعلم قواعد ذلك ويتلقه من الآئمة ويشافههم بذلك كذلك مما ننبه إليه قوله تعالى يذراؤكم فيه يذراؤكم بضم الهمزة هكذا كذلك ننبه في الآية الثانية عشر إلى قوله تعالى يبسط الرزق يبسط لا نقول يبسط بعض الناس السين عشان بجوارها طاء يفخم السين الطاء نعم مفخما ما قلنا شيء لكن السين مرققة لا سو سو ولا نقول سو يبسط 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 الرزق بهذه الطريقة فتكون السين مرققة والطاء مفخمة في قوله تبارك وتعالى نعم في الآية التي قبلها أحببت أن أنبه إلى أمر نسيته في قوله تعالى وهو السميع البصير دائما كلمة وهو ننبه إلى أن الهاء فيها مضمومة ولا نقول وهو السميع لا وهو السميع البصير كذلك هي في رواية حفص فليتنبه لذلك بارك الله فيكم وليعتن به أيضا ننبه في قول فيما قرأنا في الآية الثالثة عشر إلى قوله تعالى يعني ننبه إلى شيء متعلق بلغف الابتداء في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى كلمة ما هي في الحقيقة عبارة عن إيه عبارة عن اسم موصول شرع لكم من الدين الذي وصى به نوحا وليست للنفي يعني هل فرغت من كذا نسأل رجل هل فرغت من كذا يقول لنا ما فرغت يعني لم أفرغ هذا ما تكون للنفي أما هنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني الذي وصى به نوحا والذي الآن يظهر لنا ذلك ما وصى والذي أوحينا إليك بعض الناس يقف هنا فيقول والذي أوحينا إليك وبعدين يبدأ فيقول وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ليه ليه لا لا يصلح كده لأنه لو بدأنا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين يكون المعنى كأنه يلتبس بمن نافيا فلابد المعنى ما زال متصلا الجملة لم تنقضي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا يعني والذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ما هو؟ ما هي هذه الوصية كلها؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن القارئ ربما يضيق نفسه عن ذلك كما حدث معنا وإحنا أردنا أن نمثل بذلك قرأنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وانقض النفس ها ماذا نفعل؟ نبدأ وما وصينا لا لا نبدأ به إنما نعود والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خلاص يكون المعنى يظهر جليا للقارئ فالقارئ مهندس ها القارئ مهندس مهندس لإيه؟ مهندس لوقوفه ينظر إلى الجمل ويتأمل المعاني ويحتاج إلى معرفة اللغة ويحتاج إلى معرفة التفسير حتى يضبط الوقف والابتداء فإذا ضبط ذلك كانت على قراءته الحلاوة واكتست بالطلاوة والجمال وكان لها يعني رونق وبهاء وصار السامع لها مستفيدا مدركا للمعاني هكذا القارئ المتقن المجيد فليعتنى بهذا بارك الله فيكم وفتح الله عليكم إذن لا نبدأ نقول وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لا نبدأ بها يعني بعد أن نقف على ما قبلها لا نعود ونتابع فيكون لنا حكم الوصل طيب أيضا أن ننبه في الآية نفسها إلى قوله تعالى الله يجتبي الله يجتبي الجيم هنا مقلقلة وشديدة ما معنى شديدة هذا هكذا صوتها يج بعض الناس يقرأ الله يجتبي 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 وبعضهم يجعلها يجتبي كأنها شيء خالصة يعني وهذا مش كويس يا جماعة اضبطوا والله يخليكم فهنا نقول الله يجتبي يجتبي ونترك لهجاتنا نضعها جانبا ونضبط البوصلة على الفصحة السليمة نعم في قوله تعالى في الآية الرابعة عشر في كلمة مسمى إذا وقفنا على مسمى نقول مسمى ويسمى هذا المد مد عوض مد لأننا عوضنا عن التنوين بألف مد عوض لأننا عوضنا عن التنوين النصب بألف عند الوقف عليه مسمى تصير مسمى نعم في قوله تعالى في الآية الخامسة عشر فلذلك فدع واستقم كما أمرت إذا وقفنا على كلمة فدع ماذا نفعل نقول فلذلك فدع فدع ها فدى المقلقلة العين ساكنة فدع فدع هكذا أيضا في هذه الآية طبعا هي آية طويلة وفيها يمكن عشر جمل فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير عشر جمل يمكن للقارئ أن يقف على كل جملة منها وله أن يصلها جميعا وله أن يقف على بعضها ويصل بعضها الأمر كله متاح كله صحيح ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله أيضا ننبه في الآية السادسة عشر إلى قوله تعالى والذين يحاجون هذه الألف تمد ستة حركات مدا لازما كلميا مثقلا مد لازم لأنه ستة حركات كلمي لوقوع حرف المد والمشدد بعده في كلمة وليس في الحروف المقطعة مثقل لأن بعد حرف المد مشدد وليس بعده ساكن ساكن مخفف يعني نعم فلذلك نقول إيه نقول مد لازم كلمي مثقل طيب داحضة نركق الدال بعض الناس يقرأ ضاحضة ضاحضة يقلب الدال إلى ضاد خطأ دا مش صحيح داحضة نقلب نحافظ على ترقيق الدال في قوله تعالى في الآية السابعة عشر الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة تكون قريب لعل الساعة قريب في قوله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزانة ننبه هنا إلى أن الميزان منصوبة إحنا وقفنا عليها فلم يتبين ذلك لكن لو وصلناها لتبين الله الذي أنزل الكتاب وأنزل الميزانة لا يعني ليتنبه لذلك لا نقول بالحق والميزان مثلا لا بالحق والميزانة هذه معطوفة على أنزل الكتابة يعني الله الذي أنزل الكتابة وأنزل الميزانة جميل فليتنبه للإعراب في هذا الموطن أكتفي بهذا القدر نعم أكتفي بهذا القدر من الملاحظات لأنه حقيقة أطلنا عليكم في الملاحظات لطول المقطع وإحنا حريصون على أن ننهي هذه السورة المباركة سورة الشورة قبل موسم رمضان إن شاء الله حتى نكون قد وقفنا على نهاية السورة فلذلك أطلنا قليلا في الأوراد ومن أراد أن يشارك طبعا لا يستطيع أن يشارك بقراءة صفحة ونصف يعني لكن يشارك بما تيسر ونحن على كل نعرض بعض المشاركات